موسيقى اننا انا هاد العائلة اللي هي عائلة دنيا باطمة اللي هي عائلة فنية امن عن جد بعدها وان دنيا باطمة اللي هي من الفنانات الكبار اللي كان حبها من قلبي اللي كان كلها كل احترام والتقدير لانها توشح الجوج دي المرات من طرف صاحب الجلالة الله يحفظه وينسره وهو العمل غد يكون يعني اخي مونير الهواري اللي هو غد يلقيني ويكون بيني وبناء ان شاء الله فهذا العمل وهو عمل غد يكون عمل وطني وهي فنانة وطنية وهنت شفتي ما شاء الله هاد الجمهور العريض اللي هو كيشوفها ومعها وهي كتغني على الوطن الحبيب هو لا انا درت اعمال يعني اعمال مع فنانة عرب وفنانة واغاني مع فنانة مغاربة اللي كان كل يوم كل الاحترام والتقدير والملاحم كيبقوا دائم يكونوا ملاحم وطنية او ملاحم انسانية مثلا يعني طفل من القدس غزة تحت النار لتريطان ملحمة دوميل فنسيس يعني هذه ملاحم وطنية او اعمال واقعية كنشوفوها كنقدرون نقولوا ما في قلبنا عليها وهو كيبقى سعيد الناصري ولا عيط لي لأي حاجة انا على استعداد انني نكون امام هذا الهرم المغربي الكبير اللي هو معروف عالميا ماشي غير في بلادنا الحبيبة الى كانت تخربيقى هم النقاد عندهم الحق يقولوا ما بغى والجمهور عندهم الحق يقولوا ما بغى ولكن العمل تبارك الله وصلاح انني بيشاركت فيه ما يقرب عن 160 فنان ورياضي وإعلامي ومصرحي وسينمائي وكان عمل جميل بالنسبة لي انا كان الكلام جميل واش مدحنا بلدنا مدحنا مالكنا مدحنا وطننا الحبيب السلام والأمن والأمان وكيف قال النقاد كامل الصلاحية انهم يقولوا ما بغى لان النقاد والصحافة والإعلام لو لا همارة ما غنكونوش احنا الفنانة بالجميل وبالغير الجميل وانا احترم كل شي وهالأغنية الشبابية ما شاء الله غادت تبارك الله وصلاح عن بي والمستوى دي الفن المغربي هو مستوى جميل لا لحتي المغاربة يغنون جميع اللاجات وبجميع اللغات وبجميع الأنماط وأغانينا المغربية يغنيها الفنانون الكبار في العالم فهذا هو المغرب المغرب بلد معطاء بفنه وبتقافته وبمالكه وبشعبه وحاش المغرب الحبيب ومنسوش العمالقة اللولين اللي منهم اللي نساه يسمح لي منسوش العبقاري عبدالوها بالدكاري العبقاري عبدالهادي بالخياط العبقارية نعيمة سميح العبقارية حياة الإدريسي عباقرة هدو اللولين لطيفة رأفت يعني ويسمحوني الأسماء الكبار اللي محمود الإدريسي الحياني رحمه الله يعني سعيد الشريبي يعني ممتلين كبار العملاق حسن الجندي فاطمة بن زيان نعيمة المشرقي توريا جبران يعني عمالقة الفن المغربية دعطاو واللي ما ذكرت سميته بزاف منهم والله يحفظهم ويطول عمرهم أما شباب اليوم منسوش أن سعد المجرد وصل الأغنية المغربية للعالم والأخ للفنان الكبير اللي غنم عشارو خان يعني هذا فنان وصل الأغنية المغربية للهند وغنم أكبر مغني في العالم أسماء المنور اللي غنت مع قادم الساير يعني هذا فنان عظام فنان كبار المغرب معطاء والفنانون المغاربة معطاءون ويغنون الغناء الجميل أنا الجمهور ديالي كان وعده إن شاء الله بملحمة اللي غدي شوفها إن شاء الله كبيرة وجميلة على الوطن الحبيب وكنشكر كل مغربي مغربي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن ودائم أختم كلامي بالله الوطن الملك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر